بص هو انا بصلي بس مش مرتاح وكمان بقرأ قرآن ومش بحس باللزة اللي انتو بتقولوا عليها انا بستغفر وعادي برضو وكمان باسمع دروسه مش بتأثر باي حاجة باسمعها مش عارف ليه حاسس كده ان انتو بتقولوا كلام في الهواء طي بركز معايا بس شوية حقولك على حاجة الالتزام مش مصحة نفسية معمولة علشان مزاجك يتظبط لو انت مريض نفسي او بتمر بفترة نفسيا مش متظبط ممكن تتابع مع دكتور عايز اقولك ان انت حتلتزم علشان حالك يتصلح مش علشان مزاجك يتحسن يبقى لازم يا صاحبي تزبر لان خراب سنين من الذنوب والمعاصي محتاج برضو لصبر وطاعة سنين الالتزام مش عصة سحرية حتضرب بيها كده حتجيب لك نتيجة في وقتها لأ طبعا زي ما كنت بتعافر علشان تعمل الذنب الفلاني عافر كمان علشان الطاعة وزي ما استحملت وعافرت سنين علشان توصل للذنب الفلاني استحمل وعافر سنين علشان توصل للطاعة ومش بس الطاعة لأ ده انت حتوصل بعدها للذة الطاعة تعبد الله عز وجل بحبه وعمله سبحانه وتعالى بيقين لانك لو عرفت طريق ربنا سبحانه وتعالى هتعبده حق عبادته بكل مجهود انت اتخلقت بيه ولو عملت ربنا سبحانه وتعالى بيقين هيعملك بالمعجزات